نشأت في بيت دين وإيمان وتقوى فكانت أفطها الناس وأعلمهم وأحسنهم رأيا في العامة قال مسروق رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض إنها الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر التيمية القرشية وأمها أم رومان قالت رضي الله عنها لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا فقد سئل عن أحب الناس إليه فقال عائشة فقيل من الرجال قال أبوها وكان يلاطفها فقد سابقها مرة فسبقت ثم سابقها مرة أخرى فسبقها فضحك وقال هذه بتلك قال عروة ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقهم من عائشة اتهمها المنافقون في عرضها فبرأها الله بقرآن يتلى في كتابه ولذا كان مسروق إذا حدث عنها قال حدثتني صديقة بنت صديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات وعن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء ليوم عائشة فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي توفيت رضي الله عنها ليلة الثلاثاء لسبع عشرة من رمضان سنة ثمان وخمسين وهي ابنة ست وستين سنة وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه ودفنت بالبقيع بجوار أمهات المؤمنين